موسيقى موسيقى مثل خير هل نعرف كل شيء عن المسيح؟ هل وصل إلينا كل ما يجب أن نعرفه عن ابن الله؟ لماذا لا نعرف كل تفاصيل حياته؟ لماذا لم يتطرق الإنجيل إلى مراحة عمرية منوعة من حياته على الأرض؟ هل كان ليتغير شيء؟ لو عرفنا بكل شاردة وواردة عن تفاصيل حياته؟ وهل تم إخفاء حقائق تؤثر على إيماننا برسالته؟ ماذا يتغير لو تزوج المسيح وأنجب؟ ماذا لو ثبت أن المسيح سافر إلى بلدان عديدة كما تورد بعض المخطوطات؟ الليلة في نقطة على السطر ما لا نعرفه عن المسيح معي بالستوديو القص شرب الملك، الأب أنتوان عوكر، والقص سهيل سعود بذكركم مشاهدينا أنه منتلقى اتصالاتكم الهاتفية عبر الأرقام بأسفل الشاشة كما أنه منرحب بتعليقاتكم عبر الـ SMS وكل مواقع التواصل الاجتماعي إذن مشاهدينا، الهواء مفتوح لألكم لا تتصلوا فينا وتطرحوا أي سؤال بيرد على فكركم عن حياة يسوع المسيح وتجوفنا ليلة بالستوديو رح يحاولوا يجيبوكم على كل الاستفهمات يلي بتورد ببالكن جوفنا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكن بحلقتنا مثل ما ذكرت بالمؤدمة، ليلة رح نحاول تكون حلقتنا هي مجموعة من الأسئلة عن أمور بتتعلق بحياة يسوع المسيح ويمكن منى واضحة بالنسبة لألنا رح أبدأ معك أسيس شربيل، هل منعرف كل التفاصيل عن حياة يسوع المسيح؟ بالطبع لا، منعرف الأشياء التي أعلنها عن نفسه والكتاب المقدس أوحى بها إلينا يعني اللي الله بده إلينا نعرفه عن المسيح أو حالنا إليه لمنعرفه من خلال كلمة الله طب لين ما منعرف كل شيء؟ لأني بفتكر الهدف مش إشباح حشريتنا والهدف الأناجيل مش تعطينا السيرة ذاتية عن المسيح حتى تحكي لنا عن كل شيء عنه نعم وزا نتطلع بالأناجيل منلاقي كل كاتب، مثلا إنجيل مرقص، ما حكينا عن طفولة يسوع بدأ بمعمودية يسوع يحنى حكي عن أزليته بقى مش الهدف من الأناجيل والوحي الإلهي أن يخبرنا سيرة حياة يسوع بل يخبرنا الخبر الصار أنه المسيح حبنا مات على الصليب من أجلنا أنا أبشركم بفرع عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص والمسيح الرب نعم، طب أسيس مين قال أنه ما لازم نعرف مثلا عن مرحلة المراهقة عن شبابه مش كان يمكن ممكن نتعلم من هذه الأمور إشاء إيجابية؟ ما نحن عم ننطلق من مبدأ إذا الله لو أراد الله أن يعرفنا عن كل مراحل حياة المسيح أول شيء يحنى يقول لو أرادنا أن نكتب كل شيء عن المسيح يقول بآخر إنجيل و21 كل كتب العالم ما بتساعي فبالتالي بما أنه الله أوحى بما أوحى به كان هذا كافي بالنسبة لأننا نعرفه لو أراد أن يعلن لنا أكثر أو أن نعرف أكثر كان أوحى بالمزيد نعم، أسيس سهيل يمكن هناك كثير من المشاهدين يتابعونا ورح يقولوا أن الأسيس الشربيل جوابنا يعني إجابة من منطلق إيماني مش من منطلق عقلاني ألا تعتبر هيدا نقطة ضعف إيماني مش عقلاني رح نرجع رح نحكي بكل التفاصيل ولكن مش ممكن نعتبر أنه هيدا الشي هو نقطة ضعف أنه ما نعرف على كل حياة يسوع بالحقيقة لا، ليش نقطة ضعف إذا فكرنا كمان مش بس يسوع المسيح يسمون سنين صامتات السنين الصامتات يلي هي من 12 إلى 30 18 سنة هيدا السنين الصامتات يلي ما نعرف عنها بس مش بس يسوع المسيح أيضا يحنى المعمدين ما نعرف إلا ولد وبعدين بلش موسى النبي موسى نعرف أنه كمان بس كان صغير حاولت أمه وإخته تنطزه وبعدين ما منشوفه غير كبير بلش خدمته منشوف هناك عدة شخصيات موجودة بالكتاب المقدس يلي ما منعرف كل تفاصيل حياتنا ولكن نحن نؤمن بأنه ما أعلنوا الكتاب المقدس يكفي يكفي لمعرفتنا وليخلاصنا وهيدا أمر كتير مهم هيدا مش كتاب سيار تاريخ الكتاب المقدس هو له رسالة روحية خلاصية خوصا هلأ عم نقرب من الميلاد يبشركم بفرع عظيم يكون لجميع الشعب ها قد ولد طفل هو يسوع المسيح نعم ولكن أبا عوكر مش من الأفضل أنه نعرف كل هالتفاصيل يعني 33 سنة عيش المسيح مش كان من الأفضل أنه 33 سنة تقرخ كل اللحظات الأسيس قال أنه الكتاب المقدس هو ليس كتاب تاريخ إذا هو نحكي عن نصوص لهوتية روحية يمكن أنا استخدمت كلمة تاريخ وهي غلط أول شغلة مساء الخير للمشاهدين أهلا وسهلا فيك أول شغلة لازم ننطلق من منهج كتابة بالعصور القديمة يعني وقتل كانوا بدون يأرخوا لفيلسوف ما تعرفة إلا بس الحياة اللي بيّن فيها ظهر ما يكتبوا طفولته أو وقت اللي بيكتعرفة عن أفلاطون أو عن أريستو أو عن مفكر كبير كان في منهج كتابة ينطلقوا من مسيرة حياته ومن بعدها يعملوا إعادة قراءة للسنين السابقة كذلك الأمر إذا بتروحي على الحضارات القديمة ما كانوا يكتبوا حياة الفرعون كان يصال يحكم هالفرعون انطلاءا من حكمه يعملوا سيرته الحياتية ويعملوا مثل إعادة قراءة محتملة لحياته لتكون جزور يلي ظهرت بحياته تكون محطوطة بطفولته انطلاءا من هون الهدف من الأنجيل كتير واضح إيصال رسالة يسوع المسيح القائم من الموت وقام من الموت واللي بشر وعمل شفائت فإذا انطلاءتهم منا أبدا كرونولوجيا حياة يسوع ولنا أي تفصيل آخر اللي عنا ييهون مثل ما قال الأسيس كافيين للإيمان صحيح ولكن بالنسبة لألنا إذا عم نقول هل نعرف شيء عن يسوع يمكن يلي ظهر بالإنجيل بعد ما نعرفه عن يسوع يعني الإشكالية صارت طروحات مختلفة أنا بالنسبة لألنا الجواب الأساسي بدي أسأل بدي أطرح سؤال على كاتب معين بدي أنطلق من المسلمات اللي عم بيكتب عليها يعني إذا عم بيخد كتاب شعر ما بيطرح عليه أسئلة تاريخية وإذا عم بيخد كتاب علم ما بيطرح عليه أسئلة ليش مش عامل آفية ما هو عم بيكتب فبدي أنطلق بالسؤال على الكتاب المقدس انطلقا من المنهج يلي كانوا أرادوه الكتاب الملهمين يعني أرادوا يبرزوا عمل يسوع الخلاصة وغير هيك بخروج عن المارج يلي حطين ليها تحتى أطرح الأسئلة الصحيحة عن الكتاب المقدس نعم فرد الأسئلة حتى ما المشاهد يمكن ياخد فكرة مغلوطة ما فينا نقوله منه تاريخي هو تاريخ مش بس أنه منه كتاب روحي هو هالروحانية اللي وصلت عبر تاريخ حقيقي مش أنه منه تاريخي يعني منه من ابتكار إنسان أو من خياله هو تاريخي لكن كما قال أبا عوكر فيه أنواع أدبية يجب أن نقرأ النص بحسب النوع الأدب وإنفسه لكن هو تاريخ الأمور حصلت بالفعل بحقبة تاريخية وزمن تاريخي معين نعم إلى التقرير الأول بحلقتنا مشاهدين المسيح ما زال لليوم شخصية تصير الجدل مقالات كتب أفلام وروايات كلها تناولت وتتناول شخص المسيح فلماذا نتابع مخطوطات وأفلام أبحاث وكتب ودراسات كلها تناولت المسيح كشخصية مثيرة للجدل وحملت أكثر من سؤال وأكثر من فرضية هل المسيح هو حقاً ابن الله؟ هل تزوج المسيح؟ هل دفن في الهند؟ هل فعلاً قام بالعجائب؟ علماء كثر ردوا تلك الحماسة الكبيرة لتناول حياة المسيح بالأفلام أو بالكتب لأن حسب رأيهم شخصية المسيح وتعاليمه لم تكن تقليدية بل كسرت مفاهيم عديدة وجعلت للمستحيل طريق نحو السماء كما يقول البعض المسيح البعض يراه اليوم فيلسوفاً تدين له الإنسانية بالتعاليم الأخلاقية الفريدة بينما آمن البعض فيه كنبي مرسل من السماء أما المسيحيون فيؤمنون أن المسيح هو الله المتجسد الذي ظهر للناس في صورة البشر ليعلن عن نفسه للإنسان ويقدم له الخلاص والفداء لكن الجميع مهما اختلفت أراؤهم بالمسيح وقفوا من هذه الشخصية وتعاليمها ومعجزاتها موقف المتعجب والمتأمن ومع ذلك الملوك خشوا منه وطلبوا موته من هو ذلك الذي لم يخض أي معركة عسكرية ومع ذلك احتل العالم أجمع بكلامه وتعاليمه لم يكتب كتاباً واحداً في حياته ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يحصي عدد الكتب التي كتبت عنه من هو ذلك الذي لم يعش أكثر من 33 عاماً ومع ذلك فهو حي حتى الآن شخصية كانت ولا تزال تحص الفكرة البشرية على البحث وتثير الجدل شخصية المسيح شخصية جدلية لأنه المسيح فريد من نوعه والكتاب المقدس يعلن أن المسيح هو الإبن الفريد والكلمة المستخدمة باليوناني مونو غنيس هذه كلمة مهمة جداً لأنه نتأمل فيها مونو يعني واحد وغنيس يعني جنس فريد الجنس الأنبياء تنبأوا بمجيئه لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنان وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً هو حدث فريد من نوعه رح يبقى جدل وسؤال ورح نظلنا نفكر بها المشائل يلي فيها عمق وغنى هو يلي قال من شخر كميلاً اذهب معهم لي من ضربك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً أحب أعداءكم باركوا لعنيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم هيدره بيسعى المسيح أسيسة شربل لماذا ما زال حتى اليوم المسيح مصدر سؤال للكل؟ بفتكر يسوع سأل بإنجيل متى ماذا يقول الناس عن ابن الإنسان من أنا؟ ومنلاقي فيه آراء دايماً مختلفة ومتعددة من وقت أعيام يسوع البعض قالوا يحنى المعمدان آخرون إليا آخرون إرمي أو واحد من الأنبياء فدائماً يسوع شخصية مهمة كما ذكر الأسيس الدكتور حكمة قشوع أنه شخصية فريدة ومفتكر كمان لأنه مصير الإنسان الأبدي مرتبط بموقفه ونظرته وإيمانه وعلاقته بيسوع لأنه هل أدى أنه مصيري الأبدي معلق بموقفي منها الشخصية بمن هو وماذا فعله وماذا ينبغي أن أفعل أنا فبالتالي تصبح أمور كثيرة ينبغي أن أعرفها وأؤمن بها كما أوحى بها الكتاب نعم أبو عوكر قال الأسيس بالتقرير أنه رح يبقى المسيح مصدر جدل وسؤال للكل هذا الشيء ما بيحمل الشك بشكل دائم بالطبع على مدى العصور وجه يسوع أخذ عدة أبعاد يعني إذا بتخذي مثلا من الأشخاص اللي بنعرفون جبران شايف فيه الشخص السائر شايف فيه ابن الإنسان يلي بيعيش فيلسوف معين بيشوف فيه طريقة فلسفة معينة الناشطين الاجتماعيين بيشوفوه مفكر اجتماعي أبعاد تانية إذا بدك تحكي عن الشيوعية بيقولوا مصدرها يسوع لأنه كان عم بيعمل يعني ناس يشوفوه سائر مصلح اجتماعي ربما أو سياسة أو تنظيمة أو فيلسوف أو مفكر إلا ما هو نالك بخلفيتهم كلهم عنده إياهم بشخصيته ولكن المميز فيه هو الإله الإنسان فهل الصيغة يلي عنا إياها هيدا يلي بيخليه مميز عبر العصور لأنه كل عصر بياخد وج من يسوع وبيبرزوه صار فيه انحرافات وأخدوله صورة مع مريم المجدلية وأخدوا صورة عن فيلسوف معين وأخدوا صورة عن سائر اجتماعي وأخدوا صورة عن راحة الهند ودرس اليوغا لأجل أحكي بكل هول التفاصل كل هولت بس تغير وج علاقات البشر كلها فإذا كان فيلسوف وسائر اجتماعي بس الأساسية وراهن كان نظم العلاقة العمودية مع الله وانطلاءا منها صحح العلاقات الأخرى والناس بمجتمعاتهم ما قريوا إلا التصحيح الاجتماعي وما راحوا للبعد الإلهي الأساسي لأنه بالنهاية إذا وقت تطرح السؤال على الإنجيل الإنجيل هود كلهم الفلسفات والتفكير والتنظيم الاجتماعي ولكن مش هيدا هدفه هدفه صحيح علاقتك مع الله كوني بنت الله وادخلي بعلاقة البنوة الحقيقية مع الله الآب ومنها بتتنظم علاقاتك الأخرى هيدا يلي خلق بين حلو يلي عم بيكتبوه بس مش طايلين الموضوع الأساسي نعم نعم أسيس سهيل يعني برأيك ليش البعد يحاول تشويه صورة المسيح إن كان من خلال الأفلام الكتب أو بعض المخطوطات مع العلم أنه كل تعليم المسيح تدعو للمحبة والسلام صحيح أول شيء بدنا نسأل عن مثل ما قلتي ليش شو هو الدافع وراء هالمحاولة للتشويه مثل ما ذكروا أخوتي يسوع المسيح هو أكتر شخص مميز في الكون كله وبالتالي هالتميز فيه ناس ما بيعجبها هالتميز فيه ناس ما بيعجبها يبين يسوع المسيح بلا خطيئة فيه ناس مش بس هيك فيه غايات إذا بنرجع شوي يمكن هلأ بالحلقة بنرجع بنشوفها بنشوف أنه يلي شككوا ويلي رجعوا طالما نرجع على الأنجيل المنحولة بنرجع شوي بس بريد أذكر أنه واحدة من الفبركات يلي حدا يلي حدا يرتكز لكاتب عم يشوه صورة المسيح يلي بيقول فيه أنه المسيح كان بالهند بعد ما عملوا بحث تاريخي أول شي هو اعترف أنه لا هاي دي هو فبركة وتاني شي بس قالوا قالوا له طيب ليش في بريد أعترف أنه لأني أنا عملت شي هيك سبق يعني الإنسان خصوصا هلأ حتى بهالعصر بحاولوا يعملوا سبق صحفي وسبق كتابي أحساب يسوع المسيح وأحساب شخصيته بقى هيدا هيدا اعترف وقال أنه أنا هيدا هيدا الكتاب عملي كان في مصدر كتير كبير المال ومش بس هكترجمه بالفرنسي رح أرجع لأنه عندي هيدا السؤال ورح أرجع له بقسم آخر من حلقتنا أسيس شربل بهمني أعرف كيف بتنظر للأفلام والكتب اللي بتشوه صورة المسيح بفتقنها بإيماننا المسيحي منسمع لكل شيء ومنشوف وقت المنقارن إن كان فيلم أو كتابي أو مقالي على ضوء كلمة الله ومنرد عليها يعني ما منخاف نحنا منسمع للرأي الآخر مع أنه طبعا إذا شفنا إلى التأثير سلبي ومنقدر باستخدام القانون والطرق السلمية بإيقاف بث أشياء سلبية اللي ممكن تأثر سلبا بس نحنا ما منخاف من أي فكر نعرف أنه يسوع المسيح هو الحقيقة مهما قيل عنه وفيه لا يتغير حتى بالأنجيل قالوا عنه مختل قالوا عنه فيه بعل زبول لكن ما صار هيك يعني يسوع يثبت شخصيته ليس بما يقول الآخرون عنه إنه بما هو قاله وفعله هذه حقيقة تاريخية نعم أبا عوكر هل ممكن يكون هناك من مخطوطات سرية عن المسيح بتخفيها لكنيسة أو أنجيل مثلا؟ هيدا كلام الخيص طلع وطلع أنه الكنيسة حجبة أنجيل ومنها أنجيل منحولة اللي نشيرت وبعد فيه مخطوطات سرية رح أرجع لأحكي بالتفصيل عن الأنجيل المنحولة هوا كلهم فرض خيال يعني انطلاقة من تفكير إذا بدك لرواية مسرحية أو لفيلم سينامى حلوين بس على أرض الواقع الفاتيكان فاتح مخطوطاته وكل الأماكن اللي فيها مخطوطات ومتاحف فاتحتها واليوم صار كله منشور عندنا إن كان مخطوطات الكتاب المقدس وإن كان مخطوطات العهد القديم أو العهد الجديد كلها صار وحتى مخطوطة على ميكروفيش وميكروفيلم واليوم صار فكرة تفكير من هنا رح أنطلق من هالمخطوطات يعني اليوم عندي مجموعة من الأسئلة هيكة حول هذه المخطوطات واللي عم بيطرحها العديد من المشاهدين والناس أول سؤال هل تزوج المسيح؟ هذه ما قال عليها من مخطوطات في مخطوطة زكريت أنه صدرت مؤخرا بتقول أنه وردت فيها أنه المسيح بيقول بعبارة زوجتي ما في منها أبدا لا بالأنجيل العادية ولا بالأنجيل المنحولة ولا بأي صفة من هذه يعني هناك من يقول أنه هناك فيه سفرين بيذكروا فيه أنه المسيح تزوج ولكن تم حذفه للسفرين هلأ نحن عم ننقل ما يقال وأنتو حضرتكم موجودين معنا كلاهوتين لتفسروننا وتصححوننا هالمعلومات المغنوطة اللي بتم تدولها بين الناس المشكلة بترح السؤال بالقلب وين هالمخطوطات يلي بيبينه وخلونا ندرسون تنشوف إيمتهم بعيدا عن المخطوطات هل تزوج المسيح؟ بالنصوص عندنا واضح لا كان من أول صفحة بسلالة متى بيعمل إبراهيم ولد إسحاق إسحاق ولد يعقوب بيوصل عند يسوع بحط فول ستوب نقطة على السطر بما أنه بدنا نحط نقطة على السطر الليلة هل هناك دليل؟ هذا هو الدليل أنه لم يتزوج المسيح؟ أول شيء فيه دلائل منطقية وفيه دلائل من المخطوطات دلائل المنطقية لو كان عنده أولاد ما كان تصرف بهالطريقة لو كان عنده أولاد كانوا بيّنوا على الصليب ليش تتبين أمه ويبين تلميذ الحبيب بخلال حياته ليش عمل سلالة ووصل لعند يسوع لأنه المنطق الجديد يلي عم بيقوله الإنجيل من أول صفحة فيه أنه بالماضي كان التسلسل تسلسل اجتماعي وتسلسل ولادة دموية بيوصل لعند يسوع يسوع ما تزوج ولكن اختار الرسل تحتى يتابع تيقول يلي كان بالماضي إبراهيم ولد إسحاق والتسلسل صار جنسي طبيعي مع يسوع بينتقل لحتى يقولوله أمك وإخوتك برا بيقول لهم أم وإخوتها اللي بيسمعوا كلمة الله يعني كل الفكرة وراها أنه يغير منطق العيلة تحتى ننتقل من عيلة دموية رابط دموي إلى رابط روحي نعم إذن المسيح لم يتزوج ولكن سؤالي لإلك أسيس ماذا كان تغير لو تزوج المسيح أوكي أنا بشوف أنه الفكرة تستبعد بقدر أعطي عدة أفكار أول شيء يسوع لم يأتي ليؤسس عائلة يعني يسوع جاء بمهمة محددة هو أن يفدي البشر على الصليب وبيقول بإنجيل متى بسياك عندما تكلموا عن الطلاق قال البعض خصوا أنفسهم من أجل الملكوت الله بمعنى أنه اختاروا العزوبي من أجل الملكوت بولوس واحد منهم يعني فليسوع المسيح لا يمكن أن يتزوج أول شيء ما في ولا امرأة تستحق أن تكون له زوج إذا حكيناها هيكي بالبوتوم لاين ما في تاني شيء لو كان بده يتزوج بأي امرأة نعرف بإحنا بالزواج بالاتحاد يصبحان جسدا واحدا فبسيح لنا مشكلة لهوتية كبيرة كيف يمكن بس هولي لو أطعتك نعم يعني لم ما في مرأة تستحق أن تكون ولكن الله أوجد امرأة استحقت أن تكون أم في فرق أن يأتي من أحشاء فكيف يوجد امرأة أن تستحق أن تكون زوجة للمسيح لا لأقلك ليش لأقلت لك لأنه عندما يتزوج بيقول بالعهد القديم يصبحاني جسدا واحدا فلا يمكن نحن لابن الله المتجسد الذي بدون خطيئة أن يتحد ويصبح واحدا مع إنسان خاطئ بهذا المنظار ونحن نعرف أن الكتاب المقدس أنه الهدف من وراها الوحدة في الزواج لا يمكن أن تتحقق فيه سوى بعدين إذا أنجب تزوج وأسس عيني أنه هدف الزواج هو الإنجاب طب إذا أنجب وصار فيه أولاد شو طبيعة هايدي الأولاد نتيجة هذا الزواج ابن الله يتزوج إنسان إنساني خاطئ يأتي هذه الولد أو الطفل أي طبيعة طبيعة خاطئ كيف يمكن لهذا النسل من المسيح الذي هو القدوس بلا خطيئ يكون فيه عنده أولاد اللي جزء منهم البارتنر أو الشريك تبع المسيح هو إنسان وإنسان خاطئ بقى فيه صعوبات لهوتية ومستحيلة ولم يأتي المسيح لهذا الهدف نعرف كمان خذي عن الملائكة يعني كان فيه صعوبة أنه الملائكة لا يزوجون ولا يتزوجونهم أرواح طبعا يسوع مش هو إنه روح طبعا الله روح سعيد أنه أخذ جسد لكن لا يمكن لهذا الجسد طبعا أن يرتبط بالزواج بامرأة بس هذا لا يعني خلينا نقول الشغلة استباق الملكوت خلينا نقول الشغلة المهمة أنه ما أقول هالشيء تقول أنه يسوع ما تزوج لأنه الزواج أمر نجس أو خطيئة أو خطيئة لأن الله أوجد وقدس العلاقة الجنسية في الزواج أو الزواج هو أمر مقدس لا يوجد فيها أي عيب حتى الله عندما اختار مريم العزراء المباركي القديسي وجدت نعمة عند الله كانت مرتبطة كانت مخطوبة لرجل اختياره لا لا رغم أنها تتزوج لم يغير نظرته فيها أنها وجدت نعمة عنده أسيس سهيل هل عندك تعليق سريع؟ صحيح عندي شوي تعقيب الذي أثار موضوع زواج المسيح هو أنه بوقت المسيح كان وهو بالبيئة اليهودي الذي ربي فيه المسيح كان يتوقع من من الشاب وخصوصا من المعلم من رباي أنه يكون متزوج مشان هيك قالوا معناته لازه يكون متزوج ولكن هيدا مش كتير حقيقة لأنه أبدأ لأنه كمان الوقاعة التاريخية تثبت أنه كان في جماعة يلي بسموهم الأسينيين جماعة قمران نعم يلي كان عندهم كان عندهم البتولية أو العزوبية وبالتالي وفي عنا في عنا مؤرخين يهوديين فيلو ويوسيفوس يلي بيقولوا أنه كان فيه ناس عزابي ومش بس هيك مدحوا مدحوا هيدا هالاستعداد أنه واحد يكرس حياته بدون ما يتزوج وبدون ما مع العائلة مشان خطبة الملكوت هيدا أمر يلي كمان لازم تبهوله لأنه فيه تشويه نعم فيه ناس بده تشوه تتعمل المسيح أنه هو إنسان عادي وأقل من إنسان عادي لكن يسوع المسيح هو إله كامل وإنسان كامل وعاش مثل ما قال أسيس عاش ل مشان هدف الله على الأرض بموته وقيمته لماذا مات المسيح وهو شاب رح نعرف بعد الفاصل مشاهدين على الفاصل ومنرجع من التابع عودة لمتابعة حلقة الليلة من نقطة على السطر اللي بتحمل عنوان ما لا نعرفه عن المسيح بذكركم مشاهدين أنه منتلقى اتصالاتكم الهاتفية عبر الأرقام بأسفل الشاشة كما أنه منرحب بتعليقاتكم عبر الأس أم أس وكل مواقع التواصل الاجتماعي أسيس شاربيل يعني لماذا توفي المسيح وهو شاب هل هناك من دليلة معينة الكتاب المقدس لا يذكر أنه عمره معين بس كان بالطبع يبدأ خدمته العلنية بده يكون عمره 30 سنة بحسب التقليد أنا ذاك يعني بدأ بال30 وكان كافي بالنسبة لليسوع أنه ها ثلاث سنوات وشوية أنه يعد التلاميذ تحتى يحملهم المسئولية ورسالة الإنجيل تاكرزوا بالإنجيل وكان كافي لقاله تا يتمم القصد الفدائي اللي إجا من أجده بموته على الصليب وقيامته أنه ما فيه كان عمر محدد يعني قد ما عيش المسيح ما فيه سبب معين أن يموت أو يقدم نفسه على الصليب بعمر بهذا العمر كان بالنسبة لقاله كافي كما أنه جاء في التاريخ اللي إجافي لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه فالوقت المعين المحدد المناسب كان هيأ الأمور كلها كان كافي أن يعد التلاميذ للإرسالية ثلاث سنين وشوية كانت كافي لقاله أن يتمم كل شيء وقال على الصليب قد أكمل كل شيء يعني كان كافي لقاله تيتمم المأمورين اللي إذا من أجله نعم بنتقل عندك بنفس السؤال وليك رح أطرحه بطريقة مختلفة ماذا كان تغير لو كبر المسيح وشاخ ومات ككل البشر أول شغلة بدي أرجع للفكرة الأساسية اللي انطلقت منها أنه ممنوع أطرح على الكتاب المؤدس أسئلة سلبية يعني لو آدم ما خطي لو نوح ما عمر الفلك لو إبراهيم ما لبت دعوة لو داود ما لو العذراء مريم قالت لا للملاك لو يهوذة ما سلم يسوع هاودي بتبحث عنه ما بتلاقي أجوبة لا لأنه كتابنا منه كتاب أطرحات فلسفية لو أطرحات فلسفية بقدر أعمل الطرح والطرح المعاكس تأعمل توليفي أعمل منطق جدلي إلى ما أريد كتابنا المؤدس عم بيكتب من بعد الحدث تأعمل قراءة كيف كان أصبح الله داخل بتاريخ الإنسان من هون بدي أخذ الطرح المعاكس يعني أنا اللي صار معي هيك كتبوا لي المؤرخين الإنجليين أنه هيك صار مع المسيح وبعمل قراءة ما بقى فيي أطرح سؤال لو عيش 35 أو كان 40 سئة الإيمانية إذن مسألة مسألة إيمانية سئة الإيمانية أنه نعيش مئة سنة أو نعيش ميت بعمر العشر سنين أو بالخمسين سنة أو بأي عمر الخلاص كان سيتم لأنه الله بيعرف يوسط الخلاص مشان هيك الفكرة يلي دايماً بحب بركز عليها أنا بلقاء يسوء بلقاء الله مع موسى قال ما كان يقدر موسى يشوف الله وجهاً لوجه كان يشوفه من الخلف من ظهره لا لأنه منطق الكتاب المؤدس ما فيك تستبقى فكر الله فيك تفهمي من بعد مرور الله فيك تشوفي الله من الخلف فانطلاقة قراءتنا ما بقى فيي أطرح سؤال لو ما سلموا لو ما ميت بك لو شيخ لأنه الواقع صار هيك بس السئة الإيمانية اللي عندي أنه شو ما كان صار كان الخلاص بيوصل انطلاقة من هنا رح أطرح سؤال على الأسيس ما فيه لو يعني نصيحة رح أخذ فيها بعين الاعتبار أسيس سهيد يقال أنه موت يسوع المسيح الشاب يشبه موت العديد من الأبطال بالحضرات الأديمة أنا بظن كمان نفس القصة يلي 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 عم تتكرر هو أنه عم نحاول نلاقي شبيه للرب يسوع المسيح شبيه لقيله بالحضرات وبالأبطال وأول شيء خيني أحكي أنه وأنا خيني أوقف هون شوي في بعض الأخوة اللي قوات بيطلعوا التلفزيونيات وبيحكوا أنه المسيح استشهد استشهاد وأنا هيدا الموضوع بيزعجني لأنه في موت المسيح لازم نتطلع بأمرين لازم نتطلع بمعرفة الله المسبقة وبأنه موته مش استشهاد المسيح إجا تيموت على الصليب لأنه هناك خلاص من وراء موته وقيامته هاي اتنين بدوا يمشوا مع بعض إذا وأمر تاني بحب أحكي هون ما فيني أنا أتطلع بالمسيح في البيئة اللي فيها كونه يهودي كونه عمره 33 سنة كونه رجل حتى كونه رجل المسيح هو أسمى وأعلى من الجنسية ومن العمر ومن كل هايدي كل هايدي أمور محدودة يلي المسيح أعلى منه كلها سوا نعم مش ينهيك نفس القصة عم نحاول نلاقي حدا بيشبه المسيح لا حتى نقول المسيح مثله مثل غيره لا المسيح مش مثله مثل غيره نعم هون يعني بدأ انتقل لموت المسيح وقيامته إذا كانت قيامة بالجسد ولما رح يجي مرة ثانية مرة ثانية ولكن ترى هلأ على بالي سؤال اسألك يا أسيس شربيل هل الصلب هو حدث طارق على حياة المسيح أم فعلا هو أتل يصلب طبعا أتل يصلب نطلع على عهد القديم نبؤات عديدة عن المسيح المسيح العبد المتألم أشعية 53 أنه جاء لكي يكون الزبيحة التي يقدم نفسه من أجل فدية الناس منه أمر طارق ومش الناس اللي صنعوها ولكن في ناس لو عم بقات عك أسيس بس لأنه بدأت وقف عن تنقطة ولكن في ناس بقولوا أنه في نبؤات عن شخص يصلب صلب المسيح فهذا هو الشخص اللي كان النبؤات عنه ليش صلب النبؤات عن الشخص اللي بدي يصلب من أجل شو يتنبأ الكتاب عن المسيح الذي يصلب مش عن شخص أي شخص ما لماذا يتنبأ الكتاب عن شخص ما يصلب وما هو هدف الصلب المسيح جاء من أجل أن يقدم نفسه حمل أوجاعنا وأحزاننا نتحملها ونحن حسبناهم مضروبا ومدولا من الله من أجل أثامنا إجن جاء المسيح يقدم لحظة أول ما وجد الإنسان كانت تقدم ذبائح لماذا كانت تقدم الذبائح تلاقي بالأديان بالأساطير كلها في ذبيحة في دم حتى أقول إجرة الخطية موت وبالتالي جاء المسيح لكي يكون هو الذبيحة الإلهية التي يقدمها عن البشر ليس الناس صلبوا وأضوا عليه هو جاء ليقدم نفسه لسلطان أن أقدمها لسلطان أن أخذها عنده سلطان هو قدم نفسه جاء لكي يموت على الصليب ويقوم من أجل خلاصنا لأنه لولا المسيح لم يموت وقام لكننا نحن بعد في خطيانا نحن أجل الخطية موت لكان إيماننا باطل باطل ونحن كنا بعد نمتنا في خطيانا هلكنا لكن ينبغي أن تقدم زبيحة عن الخطايا يسوح حملها على الصليب بجسده وقام لكي يكون بكورة الراقدين ويعطينا رجاء بأننا سوف نقوم أيضا معهم نعم أبعوكر سؤالي لألك هل سيأتي المسيح مرة ثانية في الجسد ولكن قبل بهم أعرف شغله هل فعلا قام المسيح بالجسد بدنا نحدد بالأول كلمة جسد لأنه باللغة الفلسفية بيحدده بين الجثة أو اللحم أو البدن وبيحدده الجسد إذا كان باللحم الجسد قيامة إنسان في مستوى ولكن الجسد بالمعنى البولصي للكلمة يلي هو مكان التاريخ الإنساني نعم قام بالجسد نعم بس الفكرة وراها أصبح جسد من منطق آخر يدخل والأبواب موصدة وما بيعتبروها أعجوبة بيشوفوه ما بيعرفوه أو مرة بيشوفوه جراحاته بينتبهوه لو مرة بيشوفوه ما بيشوفوه جراحاته لأنه أصبح جسد ممجد من منطق آخر غير المنطق العادي ولكن كقيامة جسدية بالمعنى الفلسفة لكلمة جسد أكيد وهذا جوهر إيماننا تيكون قام بتاريخه كامل نعم رح أرجع هل سيقت المسيح مرة ثانية بالجسد وراكم معي اتصال من توني من قطر مساء الخير توني مساء الخير كيف كوني يعطي كوني العاطية مساء تفضل توني بدوني يسابحون رجال الدين لأنه قد بكون أنه منيش رجل الدين بس عندي شوية أفكار تفضل وبتمنى أنه كمان يساعدوني بالنسبة لسيد المسيح أكيد بكما استيش شربيل استيش شربيل قال أنه الثلاث سنوات كافية وكمان كمان ثبتها بإنجيد يوحنائي 21 حتى ما بتذكر أنه كتب العالم ما بتساعد يعني كانت هالفترة بثير وزيزة بثير مهمة وبعدين بالنسبة للإيمان بفتكر بالنسبة لأنك المسيحية هي إيمان محبة ومسامعة في كب المسيحية بس آية آية مش متذكرة فيش البيولة الشاب اللي بيجيبه فيه روح بدهم من الرسل يطلعون له روح الشريرة ما بيقدروا فهون ربنا بيقول له لربنا إن كنت تستطيع شيئا فقال له ربنا إن كنت تؤمن يعني رداله إياها بطريقة تانية أنا قادر بس أنت بتكتأمين فهون قال له أعدن عدم إيماني فهون نقطة وحدة إنه إيمان كتير مهم بالنسبة لسيد المسيح وبالنسبة لقائد المائة كمان نفس الشي لا 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 وفي أمرأة صيدة قال له كلمة كتير كبيرة سيدنا يسرون المسيح قال له أستاذا حسنا أن يعطى الخبزة إلى الكلاب هون يا إيمانا الأول جبرته لسيد المسيح يشفي لبنتا الإيمان هون بالنسبة لصوفية وبناتا كمان وفي عندك أغوستينوس اختصر خبرته مع سيد المسيح بالمحبة وفي بالنسبة لإشارة الحذر القديم نحن بهم كمسيحية أو حبين نعرف الإنجيل أو الحذر الجديد تي شرط من عادة قديم لازم ندرس نعرفها لنعرف أنه سيد المسيح هو مقبوط في بالنسبة لأمرأة ناسية في أمرأة ناسية كمان إيمانية بس لبتلمسه توني بس كر بس تياريس بس تياريس بس تياريس تفضل وفي ابنة ياريس كمان عم نسمع تياريس أوكي حبيبتي نارسي كتير وابنة ياريس بس هم بتسأل لأبونا والأسيسين شو العلاقة إنه إمرأة نازفها الدم كانت 12 سنة نازفها الدم وابنة ياريس كانت عمرة 18 سنة شو الرابط بين الثنين ياريت هكي بساعدونا في نعم بالنتيجة بالختم إيمان بس أيد المسيحية بالمحبة بالإيمان وبالمسامحة وإذا كل شيء مطلوب نحن كمسيحيين نعم شكرا توني للمداخلة أسيس شربيل يعني عرض عدة أفكار وشو بتقوله لتوني ركز بفتك على موضوع الإيمان أن نقبل بالإيمان ما أعلنه الكتاب المقدس سيد تكرار الأساسي بالنسبة لـ 12 سنة امرأة نازفة الدم و12 سنة ابنة يايروس إذا نعتبره هذا أمر تاريخي هكذا حصل ما فينا نقول أنه مركبي يعني لأنه عمره 12 سنة وهذه المرأة النازفة 12 سنة حدست هيك وقلنا سننا منقول نعتبرها قصة منا حقيقية تيسيروا متشابهين يعني 12 سنة بـ 12 سنة هكذا حصلت نعم بس ممكن تنقرى ليهوتيا كمان يعني بتكون حصلت هيك وممكن تنقرى ليهوتيا يعني في 12 سبط بإسرائيل مش عن عبس 12 سبط أيوة و12 تلميذ أي مش عن عبس اختيار يسوع الـ 12 وللأرقام الـ 12 لأنه بعلم الأسلوب الرؤية وبالشفاءات لازم تدخل الفكرة أنه وفي اليوم الثالث كان عرصن في قانا الجليل إذا بارك تقول لي السيئة بتهايك يطرح سؤال إذا كان كتب تاريخي هناك ساكي اختلف اليوم الثالث بيوحنى ماذا يقصد به بينما تاريخيا وأقول صار في 12 تلميذ هلأ عم نربطها ليه هون عم تقل ليه بدي أبحث شو عم بيقصد فيها وهونيك ما بدي أبحث شو عم بيقصد فيها لا لأنه بأقول في اليوم الأول واليوم الثاني ما قالنا اليوم الأول أي هو يوم لحداث تراكمة بس بقول أنه مرأ أو بنت عمرها 12 سنة عمرها 12 سنة هلأ نازفة الدم صار لـ 12 سنة صار لـ 12 سنة في 12 تلميذ 12 تلميذ هلأ ليش 12 تلميذ لأنه عم يربطهم بالصبت 12 بس قرية في 12 سبت قرية في 12 تلميذ وإن كان في ربط بين الاثنان ما عبركم أنا ربط بين الاثنان أنا بقريا بها الحرفية هذا رأيك كيف تقريا أبا عوقات أنا بقريا بفكرة أنه إجا يسوع حتى يعطي انطلاقة جديدة بين إسرائيل القديم بـ 12 سبت المرأة وبين إسرائيل الجديد الكنيسة بـ 12 تلميذ إجا تعطيها الحياة لأنه فكرة الدم هي فكرة الحياة المرأة بس تنزوف ما بتعود فيها طاعة الحياة وقف لها نزيف دمها حتى تقدر طاعة الحياة والبنت ولكن هون يعني عم قاطعك أبا عوكر يعني إذا بننفد بقصة أرقام وتحليل يعني هذه أمور بتضيع المشاهدين إذا بدك للمشاهدين ما بنحكيهم بنحكيهم يسوع للناس يعني في بساطة الإيمان يعني مثلا بتكسير الخبز عفوا بتكسير الخبز إذا بدك تعد خمس أرغفة وخمس تلاف أو ثلاث تلاف وسبعة وتليلة هايك صار أنا بعتذر منكم في قراءة كمان قراءة رمزية للأعداد لأنه ما حدا عدت خمس تلاف ما حدا عدت سبعة تلاف ما حدا عمل لأنه كانت القراءة رمزية إذا بدك بلطح الأمور سوريا على كلمة بلطح هايك كلها أولى تاريخيا ساعة البد بقول لكتاب تاريخي وساعة البد ما بقول لكتاب تاريخي هايدي صارت يعني هيدا جدا اللي بجير كبير بس مدخلي بسيطة نحن نعرف بالعلم في شيء اسمه الجنر النوع الأدبي نعم وقد يكون نوع أدبي شعري ما منيخده حرفي وقد بيكون نبوي منيخده نبوي وقد بيكون قصصي حدث حصل ما بيحق لنا نحن نفرض على النص ونقول هايدي رمزية لأنه صارت كل الكتاب المقدس أنا عم بياخده كما أنا أرى بينما النوع الأدبي يفرض علي تفسيره عندما يقول في أمرأة نازفة دم هايدي قصة حصلة عظيم أمرأة نازفة دم عظيم ما بيحق اللي أنا رمزها لأنه منه مقطع رمزي لو كان قصة شعرية أو نبوية بشوف الأبعاد فيها مثل نوع الأدبي الرؤية ما بياخده حرفية عظيم بس أمرأة نازفة دم عظيم إذا فتحت إذا فتحت بس بعدين أنا ساعتها ما بادر أعطي للشخص يقرأ كلمة الله ساعتها بدي أقوله أنا بعطيه أعطيني رموز لأله ما في نقراها وماذا يريد أن أتعلم من هذه القصة التي حصلت هذا الأصدت بسؤالي وقال له بعدين إذا بدي أقول أن الدم بيقصد لشي بيعطي الحياة ساعتها قصة الأمرأة نازفة دم ما ألا معنا أسيس قراءتك بتفوت بمتهيت لأنه وقت البدي أفتح إذا إيئة الأنجيل الأربعة وشوف الإختلافات إذا إيئة الثلاثة أربعة أنجيل حتى في عندك شفاء المقعد فيك تعمله متوازن نعم والعنوان الكتاب اسمه إذا إيئة الأنجيل الأربعة خلينا ننهي هون الجدل ونرجع للحقائق ونرجع للموضوع لأن المسيح أهم من كل هولي أما فيه اتفاق خلينا نرجع لأنه حتى بالنوع الأدبة حتى بالنوع الأدبة القصصة وقت اللي بتقرأ الأنجيل بالإيئة الأربعة مش ثلاثة بتقدر تصال لتلاقي اختلافات ساعتها بتطرح سؤال وشو عميلي نعم تتفق إذا المسيح رح يرجع مرة تانية بالجسد طبعا طبعا تكون أبعا وكار أبسو الإسكتولوجيا الإسكتولوجيا اليوم عم تتطور بالكنيسة يعني صار فيه فكر حول الإسكتولوجيا بين الإسكتولوجيا الشخصية يلي بنسميها الدينوني الشخصية والإسكتولوجيا العامة نعم يعني أنا وقت اللي بموت بكون حضرت أمام المسيح وكمان بدي يكون فيه يلي بيقول عنه مربولوس فكرة أنه يرجع يجمع كل شيء تحت رأس واحد فيه مستويين من المجيء إذا بدك مجيء الشخصي لإليه بتم وقت اللي أنا بلتقى فيه عند موته والمجيء الثاني بيكون بهالإعادة يعني إعادة جمع كل شيء تحت رأس واحد هو المسيح نعم أسيس سهيل لماذا يقال أنه نحن لا نعلم الساعة متى سيأتي المسيح وماذا عن علامات الأزمنة مش لذا يقال المسيح إلهيك بيسألوه للمسيح بيقولوله ما هي العلامات مجيئك بيقول لهم أنه في عدة علامات تسمعوا بحروب وبأوبئة ومجاعات وراح يصير كل هيك شيء ولكن بدو يجي بدو يجي من الإنسان كلص في الليل ومين بيقدر ينتر اللص ما حدا بيقدر ينتظر اللص هناك بمجيء المسيح بيقول ما حدا بيعرف متى بدو يجي المسيح مشان هيك كونوا مستعدين بالإيمان والتوبة حتى تستقبلوا المسيح عندما يأتي هيك هو بيقول إلى التقرير الثاني بحلقتنا هو حول الأنجيل لماذا اعتمدت الكنيسة على أنجيل لو أو يحنى ومرقص ومتى لماذا رفضت غيرها هل هناك كتاب آخرين كتبوا ولماذا لم نعتمد على رسل آخرين وما هي الأنجيل المنحولة نتابع الإنجيل المقدس بشارة لكل البشر وهو طريق كل مؤمن إلى الخلاص اعتمدت الكنيسة على أنجيل أربعة كتبها الرسل متى مرقص لوقة ويحنى لماذا؟ في عنا أكثر من مئيس يعني حتى ننقبله هذا الأنجيل أول شيء المئيس الرسولي يعني كانوا رسل مقربين من يسوع كانوا بعضنا بيعرفوه أخذوا منه مباشرة عيشوا معه أخذوا منه تعاليمه مئيس تاني هو أنه بالقرن التاني كادت تقريبا كل الكنيس بالشرق والغرب كلهم وافقوا أنه هود كتب مؤدسة كلهم بيستشهدوا بهود الأربع أنجيل مش بغيرهم مع رساية البولوس والرسالة إلى العبرانيين الكتاب الوحيد اللي أخذ شوية وقت حتى أجمعوا كلهم أنه هيدا كتاب آنوني هو رؤية الإنديس يوحنى لأنه نستيل تابعونه الأسلوب وأسلوب رؤية وما كان كتير معروف بالغرب كتب الكثيرون رسائل وأنجيل اعتبرتها الكنيسة أنجيل منحولة منحولة بالمعنى اليوم هو بكل أنجيل أو كل رسالة مسيحية منة من الأنجيل اللي الكنيسة اعترفت فيهم وهي على المبدئية بتحكي عن أشياء مسيحية بس هي منة مسيحية مثلا في منهم آمنوا آمنوا بشي بالمسيحية مش بكل شي مثلا آمنوا أنه يسوع هو نبي وعظيم عظيم جدا وعمل عجيب كتير شددوا على هيد الفكرة وما قبلوا أنه يكون يسوع متألم في منهم كتبوا تيقولوا أنه هود الأنجيل نقصين بدنا نكملهم مثلا مش بخبريننا شي عن طفولة يسوع هاد بدنا نكتب نحن أنجيل تنخبر طفولة يسوع بتلاقي في عنا ثلاث أربع أنجيل بخبروا بس أنه يسوع كان هو وبابا هو طفل هل تتعمد الكنيسة إخفاء تلك الأنجيل المنحولة وتمنع مناقشتها في العلن الكنيسة ولا مرة خفية شي موجود يعني لا تعتمد الكنيسة إخفاء هذه الأنجيل المنحولة هذه الأنجيل المنحولة موجودة بين إيدي كل الناس في عنا في لبنان أكثر من 35 اختصاصي كتاب المقدس اختصاصي واختصاصي وكلهم حاضرين ساعة اللي بدقة كيف يمكن أن تشكل هذه الأنجيل خطرا على من يطلع عليها أول شغلة بقول لكل المسيحيين أنا متوجه للمسيحيين قبل ما أتوجه لغيرهم مشبورين يتعرفوا على إيمانهم يعني يرجعوا لكتابهم والمقدس يدرسوا يحضروا ندفت مقدمات للكتاب المقدس يعرفوا الكتاب المقدس شو هو نعرف شو إيماننا بس نعرف شو إيماننا منصير إذا حطونا بين إيدينا شيء منه منيح منعرف أنه هذا منه منيح لما منعرف هويتنا منبطل نتخط من شيء تاني أبو عوكر لما يقال أنه الكنائس بالقرن الثاني أجمع على اعتبار أنه الأنجيل الأربعة هي فقط الأنجيل القانونية مش هنصرنا عم نعتمد على إرادة البشر ومش على إرادة الله وقت إذا بدي أنطلق من هالجواب كمجيء يعني سطحية أولى أكيد الإيمان يرتكز على الكتاب المؤدس ولكن هناك التقليد الرسولي والتقليد الكنسي يعني ما بيختلفوا التقليد الرسولي عن إرادة يسوع لأنه هذا بالتواصل الجواب الذي نقال من سورباسي ما كتير واضح فكرة القدم التاريخي للأنجيل فكرة الأبعاد الرسولية تبعهم جزور كان بتقليد رسولي أو تلميذ رسول نقله وكان بعد فيه بعض آخر هو التقليد اللي ترجي يعني ما أصبح يقرأ في الكنائس اللي بدأت تنتشر هيدا هذا اللي بيجعل القانونية يعني قدموا ارتباطوا مع تقليد رسولي أو تلميذ رسول واستعمالوا بالجماعات الكنسية الأولى اللي انطلقت إن كان برومان كان بانطاكيا كان بالإسكندرية كله هيدا يلي بيجمع وأخذوا من تقليد الكنائس وعملوا قانون الكتاب المؤدس منه أبدا قرار بشري محب هيدا التقليد الكنسة اللي وصيل مع كلها الأبعاد الأنجيل اللي بيسموها منحولة طلقائيا جاية بنهاية القرن التاني وما بعد هي أقدمة بنهاية القرن التاني وما بعد يعني مسبقا تأخرة الزمنة هو اللي بيجعلها صارت خارج فيه تمييز عليها فيه أنجيل منحولة مضخمة فيه أنجيل منحولة تقويات ممكن تعتمدية تقرية ككتاب تقوي إذن ليس هنا لك من خطورة من تدولة أبدا واليوم صاروا عم ينشروها وإذا بدنا نخفيها منكون عم نخاف وليش بدي خاف من فيلم عم بيشوه صورة يسوع أنا بالنسبة لألي يمكن إذا فليأخذ الإنسان قراروا بعد الاتطلاع على كل الكتابات أكيد وأنا بالنسبة لألي يمكن بيعمل ردة فعل هو عليهم نعم مش أنه أنا بدي أرجع يعني مثل ما بيقولوا أنا ما برفض العتمة أنا بضوي شمعة يعني بالنسبة لألي أن تضيق شمعة هو أنه نعطي الأساسي بالكتاب المقدس وعلى نور هالأمور هيده لحال الأمور المنحرفة بتصمت نعم السيس هيدا السؤال أنا دايما بطرحه شخصيا ليش ما منلاقي كاتبة أنثى للكتاب المقدس إذا كان الله أراد أن يشرك المرأة كالرجل لأنه اللي حصل أنه بد يكون الكاتب أحد الرسل أو الذين رافقوا الرسل بما أنه يسوع اختار الرسل هني كانوا من الرجال الـ 12 فمن الطبيعي أنه هؤلاء يكتبون الإنجيل أو الذين رافقوهم نعرف نحن تنام منهم من الأنجيل فهذا جواب ما بيقناع النساء ليه لو بيحبها مثل الرجل كان يمكن اختار من أحد الرسل فتاة أو امرأة مع العلم أنه أنا عملت كذا حلقة عن تمييز الرجل والمرأة وشفنا أنه الكتاب المقدس لا يميز وخلقهم على صورته ومثاله متوازين بالكرم بس بناء على اللي عم بتقوله أنا ما بيقناعني كأنثى نحن لأنه لو كان من الرسل في أنثى ما في مشكلة تكتب يعني مش قصة يسوع يرفض المرأة أن تكتب بس ليش اختار 12 رجل يعني رديت على يسوع أنه مختار طبعا يسوع حقيقة لم يختار أحد النساء ليكونوا مع أنه كان فيه نساء تبعنا يسوع وكنا يخدمناه من أموالهن يسوع كان من التلميز لبعاد لكن الرسل الـ 12 كانوا من الرجال وبدو يكون الكاتب من أحد الرسل أو الذين رافقوا الرسل مثل المرؤوس ولوكا نعم شو رأيك أسيس يعني هل يسوع فضل الرجل على المرأة كان يحبه أكتر أظن المسيح إذا فيه حدا كان يمكن يكتب مش ممكن يعارض إنه إذا كان فيه ست تكتب إذا نتطلع كيف المسيح تعامل مع المرأة في الإنجيل سبق عصره بكتير في كتير ناس ما بتعرف إنه إلى جانب التلميز الـ 12 كان هناك مجموعة من النساء منهم سوسنة وموانة ولوء أثماني مش مهيب نساء سيدات أعمال بيقول وكانوا هن مولوا حملة المسيح الكرازية من أموالهن هذه كتير حقيقة المسيح كتير بالوقت اللي تعاطى مع المرأة السامرية على البير وقعد وحكي معه بهذاك الوقت بالجو اليهودي ما كانت المرأة تقدر كانت تدلمة لازم تكون مع زوجها وما كانت ما كان إلا تسلم أحدها تاني على الطريق المسيح كان سبق جدا في موضوع التعامله مع المرأة وهذا شيء لازم تذكره كلهم سيدات أعمال كانت عم تدفع وعم تمول حملة المسيح بمالخوط أرسل نعم أبو عوكر ما ممكن يكون من هالسيدات اللي كانت عم تمول الحملة كتبت ولكن الكنيسة لم تعتمد لا الفكرة اللي عم تقوليها فيه إلى عدد مستوى المستوى الأول ببقى أنك فاتحة موضوع الأنجيل المنحولة نعم فيه أنجيل مريم فيه أنجيل مريم المشكلية يعني صارت نوع من تقويات لاحقة إنه كمان إذا نساء كتبوا نساء كتبوا لا مش نساء كتبوا هيدا أنجيل منحولة نعم هي تنسب إلى شخص عنده سلطة لحتى يعطوا سلطة للكتاب ولكن بيكون يكتب قلتلك ما فيه أنه قبل نهاية القرن التاني يعني مريم المجدلية ماتت بس فيه أنجيل مريم المجدلية فيه أنجيل لأشخاص كمان راحت هاي أول مستوى تاني مستوى القراءة العمت عملية هاي قراءة اعتمدت اليوم بالكنيسة وصارت من فتحة ليا الخط النسوي والمقاربة النسوية اليوم النسائية صارت عم تاخد خطة بالكنيسة لأنه انطلاقتها كانت انطلاقة انشقاقية ولكن قدرت الكنيسة ترجع تستوعبها وتدخلها اليوم إذا بتقري قراءة نسوية بيلفتولك نظرك لأشياء أنا كرجل ما بنتبه لها يعني ما بحياتي منتبه أنه بالتجسد بيقولوا والكلمة صارة بشرا مش صارة رجلا يعني التركيز على بشرية يسوع مش على رجلية يسوع بيركزوا مثلا على فكرة غياب المرأة اليوم إذا بتطلع بالأباء سلسة الأباء إبراهيم إسحاق يعقوب بينما القراءة النسوية بتركيز على سارة رفقة رحيل أستير إلى دور رعوت إلى دور إلى النهونيكي وبيعملوا قراءة نسوية لهالأمور وبيلاقوا أنه سارة كانت أهميتها بأهمية إبراهيم من قراءة نسوية لألع الدور اللي لعبته كمان إلى ما هنالك فهذه المقاربة اليوم عم تفتح بالكنيسة وعم تاخد خطة انطلاقا من هالقراءات وحتى صار فيه نوع من تفسير كتابة بس مش شامل يعني بسموه مش قراءة مقاربة مقاربة نسائية عم تاخد طريقة الانفتاح على هالأمور وبتلفط نظر لأمور ما بينتبه للقارئ الرجل نعم عندك تعليق بس كثير سريع عم تخلقين مواضيع ما لازم يعني ما فينا نقف عندها مثلا ذكر ولكن هيدا تساؤلات عند العديد صارة بشرة مش رجلا الهدف من وراها يوحنى عندما كتبها ليقول بشرة تلمسوا منه وهم لانه كان يقولوا يسوع دوسيتية والجنوستيزم انه يسوع منه متجسد لذلك استبعت كلمة رجل مش لأنه تميقل رجله متما قالت قبل شوي بالبداية الشيوعية بيقروا الكتاب المقدس مثل ما هني بدهم أنا ما بهمني كيف يقرأ القارئ الكتاب المقدس ويفسره لكن ما أعلن الكتاب المقدس عن نفسه وبعدين إذا بدنا دايما عند السيدات أو الأنثى لأنه ما بتعمل شيء أو كل الأشي اللي بيعمل الرجل بتبطل نفسها لها قيمة في مشكلة لأنه بدنا نعترف حتى بالجسد الرجل مختلف عن المرأة أدوار مختلفة القيمة لا تأخذها المرأة اللي كي تفعل كل ما فعله الرجل وقالها بتكون أقل قيمة القيمة هي مخلوكة على صورة الله ربعطها دور مختلف مش لازم تكون لازم تكتب مثل الرجل يكون نفس القيمة ولازم حتى يسوع يتجسد كأمرأة ليش ما تجسد كأمرأة كرجل وقالها بعدين في مشكلة عند الله في عنده محبات لا ما لازم نروح عنه هذا البعد القيمة هي في أنهم خلقوا الأثنين على صورة الله أدوار مختلفة أشسادنا مختلفة طاقاتنا مختلفة كل هالأمور مختلفة عن بعض فاصل ونرجع مشاهدينا منكمل حوارنا للليلة تابعونا عودة لمتابعة حلقتنا ونبقى هلأ مع التقرير التالي حول ترجمات الكتاب المقدس إلى أي مدى يفقد النص من مصدقيته مع الترجمة لماذا لا يتعلم المسيحيون اللغة الأرامية أي لغة المسيح الأصلية نتابع ثم نعلق فجوة زمنية ولغوية تفصل بين زمن كان فيه المسيح بيننا يكرز ويعلم وزمن احتجنا فيه إلى ترجمات لنفهم تعليمه وأقواله كل شخص مننا يجي على هذا النص يفهم بسياقه بقرينة الكلام ويحتاج لتفسير وأدوات وموارد بين إيدي لحتى يقدر يفهم النص وعننا تاريخ كنسي يلي شرح هذه النصوص عبر السنين يلي نستفيد من كل هذه الشروحات ترجمات مختلفة حاولت تفسير النصوص الأصلية فلما الاختلاف؟ اليوم اليوم في عدد كبير من الترجمات موجود بين يدينا في معايير متعددة لترجمة هالنصوص حسب الغاية والهدف والدافع في الترجمة ففي عنا الترجمة الحرفية متل ترجمة البستاني فاندايك فهو الهدف المحاولة هي إنه نقل هيدا النص بكل أمانة من اليوناني أو العبري إلى اللغة العربية بحرفية الكلام ومقابل هيدا الشيء فعنا ترجمات حرة أو منسميها يلي هو صار فيه إعادة سبك لهالتعابير هيده بأسلوب جديد بأسلوب معاصر والترجمة حرة بشكل عام فما بين الحرفية والترجمة الحرة نصوص الحرة في عنا شيء اسمه الوسطي مثلا سراج الجسد هو العين بقوله رب يسوع المسيح ففي بعض الترجمة بحطوا مصباح الجسد فبيعطوا تعبير مفهوم اليوم عوضا عن التعبير القديم غير معروف يشكك البعض بأن الترجمة قد لا تنقل روحية النص الأصلية فهل يشكل هذا الموضوع قلة أمانة في نقل تعاليم المسيح وأفكاره هل ترجمة وحدة عن تفقد شيء من المعنى الأصلي الجواب ربما نعم لأنه بالنهاية هذا النص الموحى به من الله كتب من خلال بشر من هيك الحاجة العدد أكبر من الترجمات يكونوا بين إيدينا لأنه هني عم يعكسوا لإلنا المعنى خلف هالكلمات المركبة مع بعض البعض كيف يمكننا تمييز ترجمة قد تكون مغلوطة؟ قارئ كتاب المقدس هو مفسر للكتاب ونحن منشجع الجميع لما واحد يقرأ يقرأ بشكل نقدي يقبل الحقائق الروحية بس يكون عنده حرية أنه يسأل الأسئلة ويعرف هالترجمة من وين جاية وشو أصلها فهل كان من الأفضل لو تعلم المسيحيون لغة المسيح الأصلية لحماية النص من تعدد الترجمات؟ رب يسوع المسيح تكلم اللغة الأرامية والبعض يظن وفي دراسات اليوم تبين أنه يمكن كان يعرف اللغة اليونانية أيضا نحن بكليتنا مثلا كلية الليهوت العربية منعلم اللغة اليونانية لحتى نساعد الراعي أو الخادم أنه يعرف النص الأصلي كما خرج من يد الرسول بلغته الأصلية إذا الشخص ما عنده هالإمكانيات لأنه نحن من آمن أنه هذا النص منه منزل يعني نحن ربنا ما نزلنا نص يوناني منزل وبشكل إملائي وما سمح للإنسان أن يعبر عن هذا النص لأ نحن هذا النص ومح به من الله مثل ما قلنا فإذا أنت بتقدر توصليلي هالمعنى باليوم بلغة عربية لغتي اللي أنا ربيت فيها هذا الشيء ممتاز أسيس سهيل شو يعني نفهم النص بسياقه هيدا النص بس انكتب انكتب بظرف سياسي معين ظرف اجتماعي معين وهالظروف اللي انكتب فيها بس تفهمي الظروف هيدا بساعدك أكتر تفهمي النص يعني يعني إذا خطاب قاله حدا من مئة سنة رجعي وليه هلأ رح بتشوفي رح تفرق معي لأنه مش نفس الظرف بشين هيك نحنا بنقول ممنوع اشتزاء آيات من الكتاب المقدس يعني بدي أحكي شغلي أنا هلأ اسمحيلي لأنه هيدا موضوع هيدا موضوع حساس ودقيق حساس ودقيق خليني أقولك مثلا بيجي المسيح بيقول لهم لتلميزو من ليس له سيف فليبع ما له ويشتري سيف هيدا النص مرة شفته عنوان جريدي منظمة سياسية عم بتقول المسيح يدعو إلى التسلح لأنه من ليس له سيف فليبع ما له ويشتري سيف إذا بتفوتي بالسياء حتى تفهمي وهلأ عم بيحكي أنا موضوع له علاقة كتير بالمنطقة كلها باللي عم بيسير باللي عم بيسير إذا بتفوتي بالنص وبتشوفي وبتقري كل شي بتشوفي بعد شوي بس بترس إجا ضرب بالسيف قال له رد السيف محله الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ والمسيح بيشفي بيشفي إدن إدن هدايك وبالتالي لا المسيح ما قال ما قال اللي ما عنده سيف خليه يتسلح ويعمل بديك تفهمي النص كله حتى تفهمي شو المسيح فعلا أنا بس الخطر تشويه النص وتشويه رسالة المسيح بواسطة اجتزاءات من هون ومن هون أنا أعطيت أنا أعطيت مثل هلأ عم بيسير نعم معي ناصر من السعودية مثل خير ناصر أيوة مثل خير مثل نور تحية لكي تحية للأخوة الكرام القساوة سأعلق عمرين باختصار شديد بالنسبة للمرأة أنا أعتقد وفق القراءة للكتاب المقدس أنا أنظر لها من ناحية أن المرأة لها دور والرجل له دور فدور المرأة مكمل للرجل والعكس صحيح الخالق العظيم جعل هناك خصائص بالمرأة وبالمقابل للرجل الرجل لا يمكن أن يكتمل دوره إلا بالمرأة والمرأة أيضا لا يمكن أن يكتمل دورها إلا بالرجل فمن الناحية هذه نحن متطمنين حتى وفق أو قراءة الكتاب المقدس بالنسبة للترجمة أنا أقولها بكل شراحة الترجمة أنا أعتقد أنها واعتقاد جاجب أنها تمت بسياقة الروح القدس الله الآب ليس إله متجبر ومتكبر ومتسلط ويآمر ولازم تسوي كذا أو لا الحرية بالنسبة لنظرة هذا الخالق العظيم لابنه المخلوق الذي خلقه على صورته مع مطلق الحرية فلو اكتملت هذه الأركان لابد أن ننظر لها بنظرة شمولية لا يمكن أن نجتز أمر عن أمر هذا كلمة الله وصلت عن طريق الروح القدس بإلهام وبالسياء فلذلك حينما ننظر إلى الإيمان المسيحي بنظرة تكاملية أيضا بدون أن نجتز منها بمعنى لماذا الله هذا الإله العظيم هو ثالوش مقدس ما عمل الآب ما عمل الإبن ما عمل الروح القدس فبالتالي أعتقد أنه لا بد أن نسلط الله عندما نتحدث عن أمر له أن نجمع هذه الوحدات مع بعضها والإشارة إليها فتكتمل الصورة أرجو أني عبرت باللي جدرت عليه مع السلامة شكرا ناصر للمداخل أبعوكر هل توافق مقاله ناصر وسؤالي لألك إلى أي مدى يفقد النص من مصدقيته مع الترجمة بالطبع الأول فكرة اللي عم تمرؤ كانت هي قصة كلام يسوع الأرامي ولكن العهد الجديد مكتوب باليوناني لأنه اللغة السائدة كانت اللغة الأرامية المتكلم فيها ولكن اللغة الكتابة كانت يونانية فحتى التقليد اللي بيقول بيمرؤ عند بعض الأباء أنه ممكن يكون فيه متى الأرامي يلي ترجم لليوناني يعتقد بأنه كتب باليوناني بس مع أرامي يعني اللي عم بيكتب يوناني عم بيفكر أرامي وعم بيكتب يوناني ولكن يعتقد بأنه كل العهد الجديد من الصفحة الأولى للصفحة الأخيرة مكتوب باليوناني فما قال عليه لغة يسوع الأرامية بقراءة صحيحة للعهد الجديد الفكرة التانية دائما الترجمة تردوير سيتراهير أكيد بالترجمة بيفقد النص من أبعاده مش نهيك بقرولك الأفضل تكون بتعرفي اليوناني تتقري بس بالانتظار حتى ما بتعرفي يوناني صار فيه عدة محاولات مقاربات لألة من أبسط المحاولات التفسيرية هي مبدأ عالمي صار تقريبا دارج بكل اللغات هو الانترلينيار يعني قراءة بين السطور يعني إذا بنعرف كلنا لغة انجليزية عطينا لبعضنا نفس النص باللغة الانجليزية أنا بترجمه بطريقة لأنه عندي أسلوب لغة عربية مختلف عن أسلوبك مختلف عن أسلوبك بيصير في عندي النص الواحد بعد الترجمات وكلنا بقيين إقراب على النص شو إجا النظام بين السطور إجا أخذ النص الانجليزي وسع السطور ترجم حرفيا بشكل أنه يلي ما بيعرف إنجليزي بيقرأ بين السطور وبيقرأ ترجماتنا بيقدر يشوف أنا كيف فهمت النص وهيدا كيف فهم النص وإلى ما هونيري بالتقرير حطوا صفحة من هيدا الكتاب يلي هو شغلي أنا وأبو نابول سنبخالي حطوا صفحة منه يلي هو سطر يوناني سطر عربي بشكل إنه إذا ما بتعرفي يوناني بتعرفي إنه هاي بحالة الباسيف بحالة المجهود هاي بالمعلوم هيدا فعل أمر هيدا فعل ماضي مستمر هيدا كذا من ترجم حرفيا بشكل إنه أقدر على أساس هيدا أعمل قراءة للترجمات الموجودة ما في أحصر ترجمة وممنوع أحصر ترجمة مشان هيك فكرة الروح القدس عم بترجم طبعا أنا في الروح القدس عم بترجم تسعم الترجمة بس الترجمة تبقى ترجمة مشان هيك إذا ممكن أن يضيع المضمون مع الترجمة لحدود أكيد بيظل فينا مقربين أكتر شي للنص وبيظل فيه مبادئ ترجمة معروفة فيها نعم هوني أساس بدك تعلق قبل ما تفضل نحنا اليوم لو لا نؤمن إنه الترجمة تحافظ على المعنى لما كان فيه كتابات اليوم تترجم في الترجمة لا يخسر أو لا تخسر الترجمة المصدقية طبعا لكل لغة عندها تعبيرة وكواعدة قد لا نجد في اللغة المترجمة إليها كلمات ممكن أن توازي فما فينا نقول أنه تخسر مصدقيتها ولا بعدها ما فيه مصدقية لأي ترجمة لأي كتاب ولكن البعض بيشككوا بأنه الترجمة يتحور لا طبعا لا هذا غلط لا أحد أقول بيحور أولا أي مترجم بدي يكون شخص متخصص مش مين مكان بيأخذ ويعملها ما فيه حدا يترجم غير ما يكون شخص متخصص باللغة يعرف اللغة ويكتبها لكن مثل أبعاكر ممكن للكلمة تترجم بكلمات عربية عنها عدة كلمات عربية وممكن في عدة كلمات يونانية عندها كلمة وحدة عربية لذلك نعود إلى النص الأصلي مش حتى نشكك بمصدقييتها لنشوف أي الكلمة استخدمت في اللغة اليونانية التي ترجمت في العربية مثلا كلمة محبة في عنا أربع كلمات باليوناني محبة نرجع إلى النص الأصلي نشوف أي محبة يتكلم عنها لكن ليس لأن الناس يخسر مصدقييته لكن يعطينا بعد أكبر دون أن يغير في المعنى بالضرورة نعم أسيس شاربي تحدث التقرير عن الكراءة النقدية ولكن ليش نشعر أنه رجال الدين ما بيتقبلوا كتير نائد الأيات بالكتاب طبعا أننا علم نحن اليوم بالمخطوطات عنا بالكتاب اليوناني منحط أنه فيه اختلافات بالمخطوطة الصينئية جاي هذه الكلمة بالمخطوطة الفاتيكانية جاي الفاتيكانية هيك الإسكندرية هيك ما منخفف وفيه اختلافات في بعض المخطوطات ببعض الكلمات لكن لا تؤثر على العقيدة أن أخذنا هذه الكلمة أو هذه الكلمة نعم أسيس تب ليش ما بيتعلموا المسيحيين لغة المسيح الأصلية يعني هيدا مشروع أول شيء يا ري تتم هالمشروع يعني لماذا لم تشجع الكنيسة لا بس بدي أخليك شو الهدف هيدا يوناني مش أرامي مشين هيك عمقول يعني طب ليش نحنا ما بنحكي لغة المسيح نحنا أتباعه بس خليليك هيدا هيدا موضوع عاطف بس خليني هيدا سؤال عاطفي أنا عندي عاطفي إنه هيدا هيدا اللغة اللي حكي فيها المسيح وهناك عاطفي جياشي بدي أحكي نفس اللغة ولكن مش هيدا الهدف المسيح نعم ولكن أسيس بس هيدا منه سؤال عاطفي يعني طبعا عاطفي أقول مش سؤال عاطفي إن أنا أتمسك باللغة باللغة اللي بيعرفها ولكن اللغة دليل تعلق يعني أنا اليوم أتكلم لغتي لأنه متعلقة ببلدي صحيح هيدا جزوري أصلي صحيح نعم أنا مش عم بنكر أهمية اللغة ولكن مثل ما قال نعم بيرا أنتون اللي كتب حكي المسيح اللغة الأرامية بس ما نكتب ما نكتب اللي كتب باليوناني وبالعبر الكتب بالمؤدس أنا اللي بدي يقول الهدف المسيح مش يعلم لغة ولا تعلم لغة تفهمي رسالته الخلاصية وهيدا هي هو الأساسة نعم أبعوكر متهمين أنه ما بتحافظوا على مؤدسات على المقدسات لماذا لا تدافعون عن الأراضي المقدسة آه أراضي المؤدسة قصة الأراضي المؤدسة بالفكر العهد القديم يعني هيدا نفس سياق اللغة بس بدي شوي يبرر سؤالي يعني لأنه حسيتكم ما كتير أخذتونا عم أحمل الجد بالسؤال يعني الفكرة إذا بدك تحكي بمنطق عهد قديم كان من جوهر العهد ارتباطه بأرض نعم مشان هيك اليوم وقت اللي بدوا يعملوا طروحات للعالم اليهودي بيتوجهوا لليهودي اللي بألمانيا وبأميركا أنه لازم ترجعوا على الأرض لأنه عندنا القومية وعندنا العهد وعندنا الوعد مرتبط بأرض ونسل بها المكان الجغرافي والعهد القديم بيحددها تتناقض مع أنطونس عادي أو لا هاي صار مشكلتين أما مع المسيحية فأصبح بتجسد يسوع بأرض أصبحت الأرض كلها مقدسة ومش بس جغرافيا معينة مقدسة فبتجسد ابن الله على أرضنا أصبحت الصين أرض مقدسة والهونولولو أرض مقدسة ولبنان أرض مقدسة يعني ما بدنا نكون قوميين بدنا نكون مسيحيين المسيحية ما بتعني قومية أو ما بتعني عرق بس صارت الانفتاح مع كل قصة بولوس وجدله مع مجمع أورشاليم وغيرها لحتى ما نحصر المسيحية بعرق أو بأرض إليك حق تتمسكي وكان في عندي بحث طلابي عم بيعملو عملوا تقريبا مقاربة بين السبي إلى بابل وبين تهجير المسيحيين من مناطقهم قلتلن إذا عموستوى تعلق قومي إليكن حق تعمل المقاربة أما على مستوى لهوت لأ لأنه هون في عندهم ارتباط ترك الأرض المؤدسة فقدين من جوهر الهيكل من جوهر تقديم الجزور تبعها والعهد مرتبط بها الأرض بعطيك أرض بينما هون لا ما إلا علاقة بالدين إلا علاقة بالقومية إلا علاقة بالعاطفة بعد عندي السؤال واحد ومع أنه ما رح تحبه لأنه ما بتحب كلمة لو لو تكلمنا لأرامية لو تكلمنا لأرامية لم تكن منطقتنا هي مركز المسيحية في القون عظيم أنا بحكي أرامية سريانية قال لي مع شو بدي إتعاطى؟ مع شو بدي إتعاطى لحتى أحكي؟ ما عندي نص مكتوب أرامية ما عندي نص مكتوب أرامية عند نص مكتوب يونانية يعني أنا معك وأنا بحكي سريانية ومنصلي سريانية بس حولي ما في شي بقى أحدا سريانية مع مين بده يحكي؟ مع مين بده يحكي؟ لا مش بس مع مين بده يحكي شو بدي أقرأ تأفهم سريانية؟ ماكسيموم بقدر أصل لما رفريم السريانية ونرساي وبعض الأباء السريان هؤلاء اللي بقدر أصل لهم وبيقدر أفهمهم بلغتهم بس أبعد من هيك لا أوصال لصار في فيلم يلي عملوا في يسوع عم بيحكي أرامية بس كمان راحوا يجمعوا من الحسكة ومن غير أماكن يلي بيحكوا فيها لهجات لحتى يعملوا مقاربة يعني انطلقوا بقراءة عكسية مش عندي نص تأفهمه انطلقوا من الواقع تيعملوا نص قريب يعني بعد عندي كانت مجموعة من الأسئلة بس ما بق معي وقت أسيس معقول أنه كان المسيح يمارس علوم الطاقة حتى تمكن من الشفاء يعني اليوم نسمع كثير بشفاءات عم بتتم عن طريق علوم الطاقة ويقال أنه المسيح مارس هذا هو رب الطاقة هو الذي خلق الطاقة لا يحتاج أن يتعلمها أو يمارسها هو الله المتجسد الذي هو يقيم الموت لا يحتاج إلى الطاقة يستخدمها بل هو رب الطاقة ويحتاج أن يتعلم ويعلم الأمور بكلمة كان يشفي بكلمة كان يقيم لأنه هو الخالق نعم بشكل كثير سريع أسيس وهي الكنت قلت عن زيارة الهند هل المسيح زار الهند؟ وشو الدليل أنه لم يزر الهند؟ لا ما زار الهند المسيح نعم أبا عوكر بختم لقاءنا مع حضرتك ماذا تقول للناس اللي ترى المسيح مجرد فيلسوف كباقي الفلاسفة في الكون؟ مجرد ما بتعجبنا يشوفوا فيلسوف على رأس وعيني يشوفوا سائر اجتماعي سائر سياسي أنا معهم ولكن ما ينسوا الأساس أنه هو ابن الله وجاية فيزرع انطلاقة جديدة حياة جديدة هناك فلسفة مسيحية هناك طريقة عيش مسيحي ولكن الفلاسفة والمسيحيين اللي هطيين بيرفضوا تحصر المسيحية بفلسفة أو تحصريها بنهج حياتي هذا نهج إيماني وعلى أساس الإيمان تندرج وتتصحى طريقة الحياة أسيس شو بتقول للأشخاص بيقولك أنا ما عندي علاقة مع المسيح أنا بالنسبة للمسيح ليس موجود طبعا هو حر يعني أن يؤمن بما يشاء بس يكونوا عم يخسر إشي كتير أنه المسيح هو الحياة وبدون المسيح هناك موت فأنا أشجع الشخص أن يؤمن بيسوع المسيح اللي هو رب الحياة لكي يكون عنده حياة نعم أسيس سهيل كلمة أخيرة وسريعة أنا بتوجه للمشاهدين الكرام وقال لهم تعرفوا على يسوع المسيح يلي بقدموا الكتاب المقدس وحده ولا تتعلقوا بكل هالقصص يلي تاريخها طلع بيرجع لناس فبركوا قصص تعرفوا على يسوع المسيح المخلص يلي إجار عالمنا تيكون إلينا حياة ويكون إلينا أفضل هذا هو يسوع المسيح يلي بريد تتعرفوا عليها بهالشكل ولا بأي شكل تاني نعم القص سهيل سعود أب أنتوان عوكر والأسيس شربي الملاك شكرا لحضوركم المبارك معنا لليلي وشكرا لكل المعلومات اللي شاركتونا فيها بحلقة الليلي على أمل نكون أجبنا على عدة أسئلة بتطرح ببال كل واحد مننا مشاهدين بختم لقاءنا ما في شي بيوازي علاءة شخصية مع المسيح لا تعرفوا من هو المسيح ادخلوا معه بعلاقة شخصية وهو رح يظهر حاله لكم ورح يكون له دور فعال بحياتكم حلقتنا للليلي انتهت إلى اللقاء تابعونا الأسبوع المقبل مع الحلقة الأخيرة من برنامج نقطة على السطر تصبح على ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر